رسمياً V40 Think هاتف LG الرائد لسنة 2018 بخمس كاميرات فهل ينافس بقية الهواتف في فئته السعرية؟ دعونا نرى الهاتف يأتي بهيكل زجاجي متين مع الغوريلا غلاس 5 وإطار معدني من الأمام نجد الواجهة مع قطع صغير في الأعلى تتضمن وحدة الكاميرا الأمامية وسماعة المكالمات ومستشعر الضوء أما في الواجهة الخلفية فنجد ظهرا جذابا بمظهر الكاميرات الثلاثة المترصة أفقيا أسفلهما مسشعر البصمة واسم الهاتف V40 Think وأخيرا شعار LG على اليمين زر التشغيل ومنفذ إدخال شريحة الاتصال والكارد ممري وفي اليسار زر المساعدة الصوتي لجوجل وأزرار رفع وخفض الصوت أما في الأسفل لدينا منفذ الشحن من نوع C والسماعة ومايكروفون وحافظت LG هنا على منفذ السماعات 3.5 مليمتر الطول 15.88 سنتيمتر العرض 7.57 سنتيمتر السمكة 7.6 مليمتر ويصل وزن الهاتف إلى 169 جرام ويستعرض الهاتف شاشته OLED التي تأتي بمقاس 6.4 إنش بدقة Quad HD Plus أي 1440 في 3120 بيكسل بكثافة 537 بيكسل في الإنش هذه الأرقام تعطينا شاشة رائعة وتجربة عرض محتوى جيدة من ناحية الألوان وتشبعها ودقة الصورة وطبعا دون أن ننسى أن الهاتف يأتي بالأبعاد الجديدة تسعة عشر ونصف إلى تسعة يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيارية IP68 ويعمل بالنظام أندرويد أوريو 8.1 مع معالج سناب دراجون 845 ثماني نوع أربعة أنوية بتردد 2.7 جيجا هرتز والأربعة أنوية الأخرى بتردد 1.7 جيجا هرتز بجانب معالج رسوميات أدرينو 630 ويأتي الهاتف برام 6 جيجا بايت وذاكر التخزين 64 جيجا بايت مع إمكانية إضافة ذاكرة خارجية حتى 512 جيجا بايت الآن مع نقطة التمييز في الهاتف الكاميرا فالV40 يأتي مع ثلاث كاميرات خلفية الكاميرا العادية تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة هي الأوسع على الإطلاق في الهواتف 1.5 وتثبيت بصري OIS أما الكاميرا الثانية للتصوير بزاوية واسعة تصل إلى 107 درجات بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 وأخيرا الكاميرا الثالثة للتصوير القريب تيلي فوتو بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 مع تقريب بصري حتى مرتين وتثبيت بصري OIS الكاميرا الأمامية مزدوجة الأساسية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 والثانية بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 لتصوير السلف الجماعي بزاوية 90 درجة البطارية بسعة 3300 ميلي أمبير وتقبل الشحن السريع حيث يمكنك شحنها بنسبة 50% في 35 دقيقة وتقبل كذلك الشحن اللاسلكي السريع أخيرا الهاتف سيتوفر باللون الأزرق والأسود في الثامن عشر من شهر أكتوبر بسعر 900 دولار ونترككم الآن مع السعر بمختلف العملات العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر